بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد الرسول رب العالمين خير مبعوث إلى خير أمة بخير دين وبعد أبناء وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري بقسميه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من دروس الفقه الشافعي نتحدث إن شاء الله تعالى فيها عن حد القذف وحد شرب الخمر نبدأ أولا بحد القذف القذف لغة الرمي وشرعا الرمي بالزنا في معرض التعيير إذن القذف شرعا هو الرمي بالزنا في معرض التعيير يعني يكون يعيره به في معرض التعيير يعني في وقت خصومة يعيره بهذا بالزنا والعياذ بالله فهذا يسمى قذفا ويترتب عليه الأحكام التي ستأتي أما عن ألفاظ القذف فهي صريح وكناية وتعريض أولا الصريح كقوله لراجل أو امرأة زني لرجل زنيت أو لامرأة زنيت أو يا زاني أو يا زانية فعليه حد القذف الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وقوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية حين قذف زوجته بشريك بن سمحاء البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق ولا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت آية اللعان ولو قال للرجل يا زانية وللمرأة يا زان كان قذفا ولا يضر اللحن بالتذكير وعكسه الثاني يعني اللفظ الثاني بالنسبة للقذف هو الكناية كقوله لرجل يا فاجر يا فاسق يا خبيث والامرأة يا فاجرة يا فاسقة يا خبيثة وأنت تحبين الخلوة أو الظلمة أو لا تردين يا دلامس ولو قال لشخص آخر يا لوطي المعتمد أنه كناية لاحتمال أن يريد أنه على دين قوم لوط ولو قال له يا لائط فيكون صريحا في القذف ما معنى الكناية نحن عرفين اللفظ الكناية هو الذي لو نواه بنيته يعاقب عليه أما إذا لم ينوه فلا شيئ عليه اللفظ الكناية هنا مثل قوله لرجل يا فاسق يا فاجر يا خبيث ومثل قوله للمرأة يا فاجرة يا خبيثة أو أنت لا تردين يا دلامس أو أنت تحبين الظلمة أو تحبين الخلوة كل هذه الألفاظ كناية في القذف لو كان يقصد بها القذف فإنه يقام عليه الحد وإلا فلا ولو قال لشخص يا لوطي كان كناية ليه لأنه ربما كان يريد يا من أنت على دين قوم لوط يبا إذن يكون كناية أما لو قال له يا لائط فيكون صريحا في القذف صريحا في القذف لأنه لا يقصد به إلا الفعل فقط هكذا اللفظ الثالث هو التعريض كقوله لغيره في خصومة أو في غير خصومة يبنى الحلال أو وأما أنا فلست بزان أو ليست أمي بزانية فليس ذلك بقذف صريح ولا كناية وإن نواه لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي القذف وهنا ليس في اللفظ إشعار به إنما يفهم بقراء الأحوال فلا يؤثر فيه ضابطه اللفظ الذي يقصد به القذف إن لم يحتمل غيره فصريح وإلا يعني لو احتمل القذف وغير القذف فإن فهم منه القذف بوضعه يعني ليس بقراء الأحوال يكون كناية وإلا يعني إن فهم بقراء الأحوال فهو تعريض وليس الرمي بإتيان البهائم قذفا والنسبة إلى غير الزنا من الكبائر وغيرها مما فيه إذاء كقوله لها زنيت بفلانة أو أصابت كفلانة يقتضي التعذير للإذاء للحد لعدم ثبوته إذن النسبة إلى غير الزنا من الكبائر النسبة لغير الزنا من الكبائر زي يعني مثال مثل قوله لها مثلا أصابتك فلانة أو زنيت بفلانة وهكذا هذا يكون عليه يعني يجب فيه التعذير وليس فيه الحد يجب فيه التعذير للإذاء بسبب أنه قد أذاها ولا يجب فيه الحد لعدم ثبوته يعني العلة لعدم ثبوت هذه الجريمة لعدم ثبوت الزنا يعني إذن فيها التعذير وليس فيها الحد نأتي بعد ذلك إلى شرائط حد القاذف يجب حد القاذف بعشرة شرائط ستة منها في القاذف وهو أن يكون بالغا عقلا فلا حد على صبي ومجنون لنفي الإذاء بقذفهما ولعدم تكليفهما لكن يعزران إذا كان لهما نوع تمييز ثالثا أن لا يكون أصلا للمكذوف رابعا أن يكون مختارا خامسا أن يكون ملتزما للأحكام سادسا أن يكون ممنوعا منه ليخرج ما لو أذن محصن لغيره في قاذفه فلا حد عليه وأربعة شروط منها في المكذوف هي كما يلي أولا أن يكون مسلما ثانيا أن يكون بالغا ثالثا أن يكون عاقلا رابعا أن يكون عفيفا واعتبرت العفة عن الزنا لأن من زنا لا يتعير به ثانيا ما تبطل به العفة وتبطل العفة المعتبرة في الإحصان بوطء شخص وطءا حراما وإن لم يحد به كوطء محرمة برضاع أو نسب مع علمه بالتحريم لدلالته على قلة مبالاته بالزنا ولا تبطل العفة بوطء حرام في نكاح صحيح كوطء زوجته في عدة شبهة لأن التحريم عارض لا يزول ولا تبطل العفة بوطء زوجته في حيض أو إحرام أو نفاس أو صوم أو اعتكاف ولا بوطء زوجته الرجعية ثالثا مقدار الحد في القذف ومقدار الحد في القذف سمانين جلدة لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا رابعا الأمور التي يسقط بها حد القذف يسقط حد القذف عن القاذف بخمسة أشياء أولا إقامة البينة على زنا المقذوف وهي أربعة شهود ذكور عدول فلو شهد دون أربعة حد كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه ثانيا إقرار المقذوف بالزنا ثالثا عفو المقذوف عن القاذف عن جميع الحد رابعا اللعان في حق الزوجة المقذوفة خامسا إرث القاذف للحد نأتي بعد ذلك أبناء وبناتي إلى حكم شرب المسكر شرب المسكر من كبائر المحرمات والأصل في تحريمه قول الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وانعقد الإجماع على تحريمها معنى معنى الخمر الخمر هو المسكر من عصير العنب واختلف في وقوع اسم الخمر على الأنبذة هل هو حقيقة؟ قال المزني نعم لأن الاشتراك في الصيغة يقتضي الاشتراك في الاسم وهو ظاهر الأحاديث ونسب الرافعي إلى الأكثر أنه لا يقع عليها إلا مجازا أما في التحريم والحد فهو كالخمر يبني عندي الخمر هو عصير العنب أو العصير المتخذ من العنب ولكن النبيذ هل يكون حكمه في الحد كالخمر أو لا طبعا حكمه في الحد كالخمر تماما لماذا لأنه مسكر وكل مسكر خمر وكل خمر حرام لكن هل يطلق عليه اسم الخمر حقيقة أو لا اختلف في ذلك قيل إنه يطلق عليه اسم الخمر في الحقيقة وقيل إنه يطلق عليه مجازا وليس حقيقة نأتي بعد ذلك إلى شروط إقامة الحد ومقداره ودليله الشرط الأول أن يكون مكلفا الثاني أن يكون ملتزما للأحكام الثالث أن يكون مختارا الرابع أن يكون قد شرب الخمر في غير ضرورة يعني يمكن أن يقول الإنسان هل هناك شرب خمر في ضرورة نعم وذلك مثل أن يكون قد أصابته غصة وهو يأكل ولم يجد إلا كوبا من الماء بجواره فطبعا في هذه الحالة تكون ضرورة فيشرب الخمر ليسيغ الطعام من حلقه خامسا أو الشرط الخامس أن يكون عالما بالتحريم إذا توافرت هذه الشروط في من شرب خمرا أو شرب مسكرا غير الخمر كالأنبذة المتخذة من تمر أو رطب أو زبيب أو شعير أو ذرة أو نحو ذلك فإنه يحد أربعين جلدة لما في مسلم عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين معنى هذا الكلام أن شروط إقامة الحد على شارب الخمر إذا توفرت فإنه يقام عليه حد الشرب أربعين جلدة أربعين إيه جلدة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر أربعين يعني كان الرسول وأصحابه يضربون شارب الخمر أربعين إما بالجريد أو بالنعال أو بالثياب أو غير ذلك المهم أن يوجد لدى شارب الخمر أربعين إيه جلدة وهكذا يعني هذا حد إيه حد الشرب أنا خدنا قبل أن حد القذف سمانين جلدة وحد الزان غير المحصن مئة جلدة إبا إذن الزان غير المحصن مئة جلدة القذف سمانين جلدة حد شرب الخمر أربعين إيه جلدة ضابط معنى الخمر كل شراب أسكر كثيره حرم هو وقليله وحد شربه لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام وروا مسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وإنما حرم القليل وحد شاربه إن كان لا يسكر حسما لمادة الفساد كما حرم تقبيل الأجنبية والخلوة بها لإفضائه إلى الوطء المحرم ولحديث من شرب الخمر فجلدوه وقيس به شرب النبيل ولو قال السكران بعد الإصحاء كنت مكرها أو لم أعلم أن الذي شربته مسكرا صدق بيمينه ولو قرب إسلامه فقال جهلت تحريمها لم يحد لأنه قد يخفى عليه ذلك والحد يدرأ بالشبهات ولا فرق في ذلك بين من نشأ في بلاد الإسلام أم لا ولو قال علمت تحريمها ولكن جهلت الحد بشربها يقام عليه الحد لأن من من حقه إذا علم التحريم أن يمتنع معنى هذا الكلام في عجالة أن الخمر يطلق على كل مسكر سواء أكان نبيذا اتخذ من الرطب أو اتخذ من الطمر أو اتخذ من غير ذلك كل مسكر أو حتى المسكرات الموجودة اليوم مثل الأفيون ومثل الحشيش وغير ذلك كل مسكر اليوم يطلق عليه اسم خمر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وهكذا طيب لو قال بعد الإصحاء يعني إنسان سكر وبعد الإصحاء قال كنت قد شربتها مكرها أو ناسيا يعني أنا شربت الخمر على سبيل الإكراه يعني فيه شخص أكرهني على شربها أو شربت هذه الخمرة يعني ناسيا على سبيل النسيان يبقى في هذه الحالة لا يقام عليه الحد طيب لو قال مثلا جهلت أنها حرام جهلت أن هذه الخمر حرام وذلك لقرب عهده بالإسلام أو لكونه قد نشأ بعيدا عن العلماء فهذا أيضا لا يقام عليه الحد طيب لو قال علمت تحريمها ولكن جهلت أن عليها الحد أو يقام على شريبها الحد ما الحكم في هذه الحال يقام عليه الحد لأنه ما دام قد علم أنها حرام فكان يجب عليه أن يمتنع يجب عليه أن يمتنع أما وقد علم أنها حرام ثم شريبها إذن فيقام عليه الحد حتى ولو لم يعلم أنه يقام عليه الحد بعد ذلك حكم التداوي بالخمر ويحرم تناول الخمر لدواء لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن تداوي بها قال إنه ليس بدواء ولكن داء ولأن الله تعالى لما حرمها سلب منافعها وما دل عليه القرآن من أن فيه منافع للناس إنما هو قبل تحريمها وإن سلم بقاء المنفعة فتحريمها مقطوع به وحصول الشفاء بها مضمون فلا يقوى على إزالة المقطوع به وكذلك يحرم تناول الخمر للعطش لأنه لا يزيل العطش بل يزيده لأن طبعها حار حكم التداوي بالخمر التداوي بالخمر حرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين في حديثه الشريف أن الله لما حرمها سلب منافعها وبين أن هذه الخمر إنما هي فيها داء وليس فيها دواء وهكذا ثم إن هذه الخمر لما حرمها الله سبحانه وتعالى وسلب منافعها فإن التحريم مقطوع به ووجود المنافع فيها مظمون والمقطوع مقدم على المظمون وعليه فيكون التحريم مقطوع به ولا يجوز التداوي بها طيب يمكن أن يقال مثلا البنت اللي بناخده اليوم من أجل العملات الجراحية هذا طبعا لا شيء فيه لأنه يؤخذ على سبيل الضرورة أيضا تناول هذه الخمر العطش حرام ولا يجوز ليه لأن الخمر يعني طبعها حار فهي تزيد العطش ولا تدفع العطش نأتي بذلك إلى حكم الزيادة عن أربعين جلدة بالنسبة لحد شرب الخمر وأقوال العلماء فيه الزيادة عن أربعين جلدة يجوز للإمام أن يبلغ بالحد ثمانين جلدة لما روي عن علي أنه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وهذا أحب لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى وحد الافتراء ثمانون والزيادة على الأربعين على وجه التعزير لأنها لو كانت حدا لما جاز تركها وقيل إن الزيادة على الأربعين حد لأن التعزير لا يكون إلا عن جناية محققة ما يثبت به حد شارب الخمر ويثبت الحد بأحد أمرين البيينة وهي شهادة رجلين أنه شرب خمرا ثانيا الإقرار لأن البيينة والإقرار حجة شرعية فلا يحد بشهادة رجل وامرأتين لأن البيينة ناقصة والأصل براءة الذمة ولا باليمين المردودة ولا بالقيء أو الاستنكاه ولا بريح خمر الاستنكاه يعني أن تشم رائحة الفم فترى أن رائحة الخمر تفوح منها ولا بريح خمر وسكر وقيئ لاحتمال أن يكون قد شربه أي شرب الخمر غالطا أو مكرها والحد يدرأ بالشبهة ولا يستوفيه القاضي بعلمه يعني لا يستوفي الحد بعلمه أي بعلم القاضي بناء على أنه لا يقضي بعلمه في حدود الله تعالى ولا يشترط في الإقرار والشهادة التفصيل بل يكفي الإطلاق ويقبل رجوعه عن الإقرار لأن كل ما ليس من حق آدمي يقبل الرجوع فيه ويكره إقامة الحدود والتعازير في المسجد إذن إذا أقر شارب الخمر بالشرب فيقبل رجوعه عن هذا الإقرار يعني رجوعه عن إقراره بشرب الخمر يقبل ولا يقام عليه الحد ولا يقام عليه الحد وأيضا يكره إقامة الحدود والتعازير في المسجد لأن إقامتها يؤدي إلى اللغة داخل المسجد وعلو الصوت فيه وهذا قطعا مكروه وغير جائز بهذا أبنائي وبناتي نكون قد انتهينا من هذه الحلقة نشكركم ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته